شاركت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين لرئيسة مجلس النواب في فعالية تشجير حديقة محمد بن فارس في الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية وذلك ضمن الحملة الوطنية للتشجير دمتي خضراء حيث أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي اطلاق حملة تشجير في الحديقة بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة واتات مساهمة الحملة الوطنية للتشجير دمتي خضراء التي انطلقت برعاية كريمة من قرينة عهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي كاستجابة مباشرة لتطلعات أهالي المنطقة والمتابعة الحثيثة من معالي رئيسة مجلس النواب لاستكمال مشروع إعادة تأهيل مشروع تطوير حديقة محمد بن فارس حيث ساهمت الحملة بغرس 260 شتلة من أشجار وشجيرات تناسب الموقع والطبيعة المناخية لمملكة البحرين دون التأثير على البنية التحتية للحديقة وعلى همش الفعالية أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة حريصة على توفير كل الدعم اللازم لإنجاح حملة دمت خضراء مشيدا بجهود المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي سعيدة بوجودي معاكم اليوم في حديقة محمد بن فارس في الرفاع وشكرة جدا لمعالي رئيسة مجلس النواب حضورها الكريم إلى الموقع والمساهمة في حملة الوطنية للتشجير وكذلك لشركة S.T.C. على مساهمتهم الكريمة بالأشجار اللي مدون بها لهذا الموقع وإن شاء الله انتطلع إلى افتتاح هذه الحديقة في القريب العاجل إن شاء الله لتخدم أهل المنطقة والأشجار اللي فيها إن شاء الله بتسهم في تخفيف درجة الحرارة المنطقة وتلطيف البيئة وتجميلها بنعرب عن سرورنا وتشرفنا وشرفنا بالتعاون مع بلدية الجنوبية في مشروع حديقة بن فارس حيث ساهمنا نحن بعدد واسع ومتنوع من الأشجار اللي تم غرسها في هذه الحديقة والتي تهدف إلى نشر التوعية وتشجيع المجتمع على موضوع التشجير وزيادة تكثيف الرقعة الخضراء والمساحات الخضراء في المملكة من أجل بيئة مستدامة وجودة حياة أفضل انطلاقها من الشراكة المجتمعية والحفاظ العربية الخضراء حبنا اليوم نشارك بفريق من الموارد البشرية بوزاعة الداخلية في حملة دمتي خضراء حفاظنا على القعاء الخضراء في مملكة البحرين والوزارة سباقة فيها الجانب والشراكة المجتمعية والحمد لله اليوم تفن إن شاء الله ثمار هالمشاركة اشتركوا في القناة